عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لمتابعة موقف توافر مختلف السلع بالأسواق والجهود المبدولة ضبط أسعارها وأكد رئيس الوزراء استمرت جهود الدولة في توفير مختلف السلع تلبية للمتطلبات واحتياجات المواطنين وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم ولافتا إلى ما يتم تنفيذه من إجراءات بالتعاون والتنصيق مع أجهزة وجهات الدولة المعنية لإتحة الموارد المالية المطلوبة لاستراض المواد والسلع الأساسية إلى جانب التوسع في إقامة المزيد من معارض ومنافذ بيع السلع سواء الثابتة أو المتحركة على مستوى مناطق القمهورية مشينا إلى القرار الصادر مؤخرا بتشكيل لجنة عليا تختص باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع بالأسواق وضبط أسعارها